شيء ما تغير أمام تلك الحديقة الجميلة ذات الأشجار الخضراء والزهور الملونة يجلسه كفيف يسأل الناس شيئا من الإحسان وقد وضع بجانبه لافتة مكتوب عليها أنا أعمى أرجوكم ساعدوني ولم يتحصل على كثير من الأموال وذات يوم تتوقف إحداهن فتتأمل اللافتة قليلا لتغير في مضمونها من دون أن يشعر الكفيف بشيء وبعد مرور بعض الوقت يلاحظ الكفيف تزايد النقود في تلك الرقعة التي كان يجمع فيها المال شيء ما تغير ما الذي تغير؟ وتكون المفاجأة حين يطلب قراءة ما كتب فتكون العبارة ما أجمل هذا اليوم لكنني لا أستطيع رؤيته أولا سحر التعبير نعم هو أحد أبرز أدوات التأثير في أي مجال من المجالات فتأثير العبارة الجديدة التي كتبت كان سببا في إغداق الأموال على ذلك الكفيف العبارة الأولى أظهرت الكفيف ضعيفا يطلب المساعدة مباشرة بأسلوب ذليل أما عبارة الفتاة فحملت في طياتها قدرة على التأثير في الناس من خلال إشعارهم بامتلاكهم نعمة كبيرة هي نعمة البصر قد حرم منها غيرهم فشعروا أن عليهم واجب مساعدته فنظرتك إلى نفسك هي التي ستحدد نظرة الناس إليك وكل منا يعطي انطباعا للآخرين عن نفسه ومضمونه أو بعبارة أخرى إنه يقيم نفسه فكأنه يحمل لافتة يراها من يراها قد كتب عليها صفاته أما ثانيا فلا تنتظر مخلصا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا لم يفكر الكفيف في تغيير تلك اللافتة رغم أن مردودها كان ضئيلة في الحقيقة هذا ما يفعله كثيرون منا حين ينتظر تلك المعجزة التي ستغير حياتهم وهذا قد لا يحصل في الواقع كثيرا أما ثالثا فكن مرينا إن الأبا الذي ما زال يتبع الأسلوب ذاته ولم يجد معه نفعا لأبنائه عليه أن يطور أدواته التربوية ويغير أسلوبه بمعنى أن يكون مرينا في التعامل مع المواقف المختلفة وكثيرا ما نجد معلما متمكنا في مجاله العلبي لكنه لا يحصد نتائج مرضية مع طلابه وإن بحثنا في صلب المشكلة وجدنا الجمود أو عدم تطوير مهارته في الإلقاء وعدم تقبل تغيير الأسلوب التعليمي هو السبب في وجود تلك الفجوة بينه وبين الطالب والطالب الذي يدرس بالطريقة نفسها كل مرة ولا يحصد ما يصب إليه لابد أن يعيد النظر في أسلوب دراسته وأدوات التعامل مع المادة المقررة لديه وفي الحياة الزوجية يكون للمرونة الأثر البالغ في الحفاظ على بيت آمن وشريك راض وفي واقعنا كذلك أمثلة كثيرة لشركات لم تكن مرنة أمام متطلبات السوق المتغيرة كشركة نوكيا مثلا فوقعت فريسة لجمودها وخسرت زبائنها ربما وصلت لحافة الاندثار وهنا نستحضر قصة شركة كوداك اليابانية التي ذا عصيتها في تسعينيات القرن المنصر في مجال صناعة الكاميرات والأفلام لكنها لم تواكب تطور الذي طرأ على هذه الصناعة فكانت الشركة التي أطلقت الرصاص على نفسها فلنبادر إلى تطوير أدواتنا لتحقيق ما نصب إليه من النجاح ولنتذكر حتى يغيروا ما بأنفسهم والسلام اشتركوا في القناة